بحثت مصر ممثلة في هيئة قناة السويس والكوريا الجنوبية سبل تعزيز التعاون والتعاون المستقبلي أيضا في المجالات محل الاهتمام المشترك وخلال اللقاء مع وزير التجارة والصنع والطاقة بكوريا الجنوبية جونج إنكيو أشرت هيئة قناة السويس إلى جهودها لإنجاح التعاون المتقب مع كوريا الجنوبية لبناء وحدات بحرية معاونة صديقة للبيئة للعمل لصالح الهيئة علاوة على بناء محطة تموين بالغاز الطبيعي وتحويل بعض المعديات والوحدات البحرية التابعة للهيئة للعمل بالغاز الطبيعي من جانبها أعرب الوزير الكوري الجنوبي عن تطلع بلاده لدراسة أوجه التعاون المحتملة مع هيئة قناة السويس لما تمثله من أهمية استراتيجية كبرى للتجارة الخارجية والداخلية لبلاده وحركة صادراتها ووارداتها